ما تحقق بشكل رئيسي هو اتفاق ترتيبات الحديدة وهذا الاتفاق يعني انسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى لأول مرة في تاريخ الانقلاب الدموي الذي قادته ميليشيات الحوثي تقبل الميليشيات بالانسحاب من ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى لأول مرة في تاريخ هذا الانقلاب الذي تسبب في معاناة الشعب اليمني وتقتيل الآلاف من أبناء الشعب وتدمير المدن والبنى التحتية هذا الانقلاب قبل أخيرا بالانسحاب من مدينة الحديدة ستعود مدينة الحديدة إلى السلطات الشرعية عبر مؤسسات الدولة القائمة في مدينة الحديدة وهذا يعتبر إنجاز ستبقى الحديدة ممرا آمنا للمساعدة الإنسانية وعمليات الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة